الاستخبارات في سوريا سيكون هناك عفو رئاسي غريب بعض الشيء والغاية منه اعطاء فرص وتسهيلات لعودة رؤوس الاموال واصحابها لبلدهم سوريا ايضا سيكون هناك انتخابات رئاسية يزامنها مشاكل بعضها مفتعل وبعضها حقيقي واكيد هناك علامات استفهام حول ميعادها وسيكون هناك اكثر من سيناريو فجأة اعداء الامس سيكون اصدقاء لسوريا وبشار الاسد يدخل من مغامرة لمغامرة من دون حذر يتفاجأ الرئيس بشار الاسد بسوريين وغير سوريين يحلوا مشكلة كبيرة سنشهد رسائل امنية من كم سطر موجهة بدبلوماسية للجاليات اليهودية بالامارات والعكس صحيح ايضا سنرى شعرة اماراتية تأخذ شعلة الشعر العربي من ايدي الشعراء الرجال وتحملها الى العالمية سيكون هناك اكثر من قانون سيصنف الامارات من بين البلدان الاكثر تمدنا وانفتاحا بالعالم من تحت التراب الفلسطيني يظهر اسم الشاعر محمود درويش في حدث من الاحداث المرتبطة بكنيسة القيامة وقبر السيد المسيح وشعلة النور مروان البرغوتي من داخل السجون الاسرائيلية الى العلن عارضة الازياء الفلسطينية بللا حديد تعرض نفسها وتخلي المسجد الاقصى محور اهتمام ارض الاحداث ومصنع الاخبار ومصدرها ارض الاحداث ومصنع الاخبار ايضا سيركب اسماعيل هنية اكثر من موجة خطرة ويتشقلب بادوار ليست كلها مضمونة محمد دحلان راجل الفجأة والمفاجآت لدرجة انه سيفاجئ الجميع حتى الاعلام الرئيس محمود عباس بين المحاولة والتهديد والخطر بالنسبة لصحته مبادرات جريئة مستجدة ستلمع العلاقة بين فلسطين والامارات عن جديد العراق هي القاعدة العسكرية الامريكية وستصيب اهدافا موجعة الخزعالي قائد الحجد الشعبي وحزب الله العراقي بمعارك مفصلية مصيرية ستحمل دما وضحايا المنطقة الخضراء ببغداد ستكون مع تصفيات واعادة الحسابات استهداف رؤوس من الجسم القضائي العراقي ايضا سيهتز العراق اثر ارتجاج القسشرة الارضية واثر مد مائي مرعب وايضا سيكون هناك استهداف لمقامات دينية والتدعيات حدث ولا حرج قاعدة تعيين الاسد العسكرية في العصفة الحربية سيكون هناك تواصل سوري وخبرات مشتركة بين العراقي ولبنان يقفز مقتدى الصدر من نقطة السلم الى نقطة اللاسلم ستكون هناك ضجة في المغرب اثر اصابة وجه معروف وصاحب شهرة على ارض المغرب ازدياد ظاهرة اللجوء الى المغرب لاهداف مختلفة من قبل اسماء وشخصيات كبيرة امر طارئ استدعي ابتعاد الملك عن مكتبه لفترة ايضا ستحصد الرياضة المغربية جوائز كثيرة وتحفر اسمها بسجلات التفوق العالمية عالم الازياء والموضى بالمغرب سيحتل الصدارة الرمال المتحركة بين مراكش وكازابلانكا ثقات شبابية ناشئة بعالم كرة القدم الجزائرية تلامس العالمية حالة من الغليان داخل محيط احد السجون الجزائرية اسم سيف الاسلام وشقيقته عائشة يشغل من جديد مساحة واسعة يتلقى السلك الدبلوماسي اشارة سترة واحدة ومنها تتحول لكتلة نار انجازات تحمل توقيعا مزدوجا عمانيا اماراتيا لرهان بحري واسع على سلطنة عمان وموجة اطمئنان على السلطنة والاسرة الحاكمة وليد الابراهيمي يقاوم كل الاحتمالات وكل المحاولات لن يكون هناك امن بالسفارات داخل لبنان وستكون احد السفارات بمرصاد الفتنة مقابلة تلفزيونية ستشهد قصة تتخطى كل الحدود الشيخ قبلان رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى يتحرك ويشغل الناس مفاجآت وذهول يرافق الخبر عن تحنيتي شخصية كبيرة كاتم صوت من جديد بطريقة مختلفة لتنفيذ جريمة ضقمة وغامضة ويصل صداها لبعيد يوقف مفت الجمهورية عبداللطيف دريان عدة مواقف كل موقف اقسموا من التاني وحالة ذعر بدار الافتاء المطران الياس عاد بلوحته ويمشي بخطوات غير مسبوقة والتفاف واسع حوله وليس وحده التاريخ يعيد نفسه ايضا وسيشهد احد من انفجارة لبنان هزة طبيعية وليس طبيعية ستضرب منطقة الجبل من المعابر وعلى الحدود اللبنانية السورية وهذه المرة سيكون هناك حل غير مختلف عن اي حل تم من قبل ستنشغل عائلة لقمان سليم بمفاجآت تخص عائلتها وبانشغالات مختلفة عقب الايرانيين بالجالية اللبنانية وستكون دبلوماسية شديدة هذا بهدف الانتقام مقابلة تلفزيونية ستشهد قصة تتخطى كل الحدود يتردد صدا وصوت سليم جريساتي قريبا تستقر ترابلس واول الغيث هجمات مسلحة وانفجارات واغتيال والآتي اعظم بصورة غريبة ستظهر صورة القديس شربل بمكان لن يخطر على بال احد سيجد اليمن طريقه الى السلام والى الواجهة العالمية من جديد وصد اجسام فضائية غريبة وعودة الحديث عن الصحون الطائرة الخطر يحدق باحد افراد عائلة معمر قذافي ستعج الصحراء الليبية بالسياح الاجانب يخوض سيف الاسلام معركته الرئاسية بظهر مكشوف الاستخبارات ستضع يدها على مخطط خطير يهدف الى تدمير تركيبة الحكم المغربي انتاج سينمائي مغربي برسم التكريم فوق السجاد الاحمر تشيع جماهري في الشوارع العراقية واغتيال ديني يحرك الشارع العراقي ضجيج واعلام عالمي محوره الاثار العراقية اقفال اكثر من جسر وطريق رئيسي لبعض الوقت بسبب حالة طوارئ تغييرات خطيرة داخل الحكم الاردني وخطة لاعلان الاردن مملكة للسلام الدستير والقوانين سيكون هناك تعديلات وتغييرات الى هنا متابعين الكرام نصل الى نهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكم والى اللقاء